أولاً الأسلحة لدينا منافذ أخرى قد ننوعها لدينا الجانب البريطاني والجانب الأوروبي هو مستعد لتسليح الجيش العراقي طيب استاذ فاضل لكن قضية مهمة سيدك كريم العراقيين شافوا فد مشهد من صارت ضربة إيران على قاعدة عين الأسد أكو كم صاروخوا هذه طبيعية يعني مدى نقوله وفد شي غريب من فجرته نزلت من صوروها الناس حقيقة يعني وبدون مزح بهذا الموضوع كل قالوا وهذا الصواريخ تشبع بالكيزر ميه كان طاير ووقع حقيقة يعني فلذلك البعض يقول بالله عليك هذه الدولة احنا نشتري منها سلاح وغير يا سيدي الكريم انتقام لجنرال مثل قاسم سليماني انتقموها بمثل هذه الصواريخ اللي هي لم تضر شيء ووقعت دائر مدائر المنطقة وصوروها الناس وضحكوا عليها يا سيدي الكريم الشعب ما رح يقتنع بالصفقة إذا أنت تروح تسويها كيف ترد على ذلك لا يمكن أحمد يمكن أحمد الدايغنوسيز لجنابك قد يختلف عن المعطيات الزواريخ احنا ما نريد نسلط الضوء على جنبة مؤلمة لأن هذه الجنبة جنبة مؤلمة عملية اختيال المطار مؤلمة عملية الرد على قاعدة عين الأسد هي الأخرى مؤلمة لذلك في بعض الأحيان حينما نخذ ببعض التفاصيل يعني نؤلم شغاف قلوبنا بالبحث ببعض يعني يقولون الشيطان يكمن بالتفاصيل يعني هي ليست قيزرات لا هي صواريخ وحسب تقارير أمريكية صدرت بأنها أدت إلى إصابت أكثر من مئة جندي أمريكي يعني صواريخ سكود مطورة ما ممكن أنها توصف بأنها قيزرات لكن أنا أقول لك الماكنة الإعلامية كانت الماكنة الإعلامية الإيرانية ضعيفة جدا حتى الولائيين الذين يوالون إيران وأذرعت إيران الإعلامية في العراق أو في غيره لم تكن بالمستوى المطلوب لتسلط الضوء على حجم ودقة الضربة لكن هذا هو ليس أمر مفرح حينما نتناول الموضوع يعني أولاً الولايات المتحدة دولة موجودة على الأراضي العراقية بموجب اتفاقية إطار ستراتيجي وبموجب دعوة من قبل الحكومة العراقية في 2016 وأدت دور كبير فيما يتعلق بتوجيه ضربات على الدواعش في الكهوف والوديان والمضافات وفي الجانب الأيسري والأيمنة من المصل وضربت دولة التمكين وساعدت القوات الأمنية بتحقيق مقاربها بإنهاء ما يسمى بدولة التمكين الداعشية